تأسفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإغلاق 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة نتيجة ظهور حالات إصابة بكورونا بين المصلين وعدد من منسوبية المساجد وأوضح وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تغريدة على تويتر أن عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية تسبب في إصابات بكورونا في بعض المساجد وأرجعت الوزارة هذه الإصابات إلى عدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها وزارة الصحة لعودة الصلاة في المساجد وشددت على عدم الازدحام وتحقيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات والصلاة بسجدة خاصة والوضوء بالمنزل وغسل اليدين والتعقيم قبل وبعد الذهاب للمسجد وحذرت منسوبية المساجد والصيانة والتشغيل من ارتكاب المخالفات خاصة بعدم الالتزام بإغلاق دورات المياه وعدم فتح الأبواب والنوافذ وعدم الالتزام بمدة عشر دقائق بين الأذان والإقامة وأكدت على دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية عبر مركز الاتصال الموحد 1933 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر